مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وخبار جديد إذن كما نعرف راشد الاخياري كان في المجلس النواب إذن خبار جديد على راشد الاخياري اللي يعمل يخلص ذاي عنواننا في أو القاعدة متاعنا في قناتنا قناة توتو أوفيسيال إذن سنة سجن إضافية في حق النائب البرلمان المنحل راشد الاخياري بش نتركه للموضوع ذايب أكثر تفاصيل قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة في تصريح لراديو ايف ام اليوم أن الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة قضت بالسجن في حق النائب البرلمان المنحل راشد الاخياري لمدة سنة مع النفاذ العاجل بعد أن أدين بالمشاركة في محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية وفيما قضت بالسجن في حق نقابي أمني معزول لمدة سنتين من أجل تهمتي محاولة استغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على امتيازات لفائدة الغير محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية إذن هذا الاخبار الذي لأنه برشا أعباد كذبوه قالوا لا ما تحكمش ببسانة إضافية السجن لكن تأكدت وهذا الاخبار اللي جاني وزاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية أعمل تصريح اليوم أصباح في راديو FM وترجعوا الراديو وتشوفوا التصريح إمتاعه إذن أصدقائي الأعمال اللي يخلص كهو عاثوا فسادا كنا نذكروا نحنا كيفش كانوا في المجلس تأسيسي ضرب خنيف ريبونيا يعني تتيح قدر العالم يتفرج فينا يعني بصراحة بشي يندله الجبين فعلا اللي عمل اللي يخلص بشيكون درس للي انبعد البلادنا تونس عندها 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 يعني اعتبارها في البلدان العربية والعالمية يعني ما يجيش المصخ وبلادنا بالطريقة أذيكة على كل شكرا على المتابعة والاهتمام إلى اللقاء أصدقائي في فيديوهات أخرى اشتركوا في القناة